السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً يا بالما ندخل بالحلقة الحلقة مهمة والدسمة وفيها شرح كثير كبير يعني فيها معلومات مهمة جداً وبرضو فيها يعني أسلوب باختلف شوي غيرت بنوعية الأسلوب وأيضاً الكتابة والشرح على الأساس أنه شوي نعطي تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر وخدوا دايماً اسمعوا البرج واسمعوا الطالع يعني اسمعوا الاثنين عشان تعرفوا بالضبط المكاسب إذا تجيكم من وين من هذا بل من هذا هذا أمر الأمر الثاني اللي هو فيه أشخاص بقولك أنه اللايك والكومنت والمش عارف إيش هذول اللي بتضلك تحكي عنهم في كل حلقة أنت بس جاي تجمع لايكات وانت جاي بس بدك مش عارف إيش يعني هاي التعليقات من ناس يعني بديش أحكي عليهم إيش همي يعني بس أنا عشان أوضح اللايك والكومنت والتفاعل اللي أنت بتعمله على الحلقة هذا مش بجيني فلوس من وراه يعني ما بجيني أنا دعم مالي من وراه هذا بيخلي المحتوى اللي أنت قاعد بتحضره اللي أنا بتعب وأنا بسجل فيه بحضرله وبسجله واللي بتابعوني من زمان بيعرفوا أنا قديش عانيت من هاي النقطة اليوتيوب بفهم أنه أنت لما تحط اللايك أو تحط الكومنت أو تحط الديسلايك أو تسب علي حتى هذا الإشي بخوارزمية اليوتيوب بيعرف أنه هذا الفيديو مهم أو أنه لازم يوصل للناس فبنشر لأنه اليوتيوب بدور على مصلحته ومش على مصلحتي أنا فعشان هيك أنت اللي بتعطي القرار لليوتيوب أنه يطلع الفيديو تاعي على أساس أنه الناس تشوفه ويوصلك الإشعارات تاعته أو أنت اللي بتلغي الإشعارات هاي وما بتخليها توصل للغير فأنا ما بقول لك أنه والله أحمل الفيديو تاعي وروح لفي على الناس وقول لهم غصبة عنك وتشتركوا بالقناة بس أجل ما فيها بديش أنا يا عم تدعمني ماليا ما بدي تنتسب بالقناة ما بدي تقول لي تشكرات وتبعط لي فلوس ما بجيني هاي الأسماء اللي موجودة هم ثلاثة بس المنتسبين الباقي هدولة أنا مني تقديرا لإلهم خليت أسمائهم موجودة اللي موجودين في آخر الحلقات اللي أنت بتحضرها هم ثلاثة المنتسبين على القناة الباقي كل هدولة انتسبوا وراحوا إلهم الشكر والتقدير على إلهم ولكن تقدير مني لإلهم خليت أسمائهم موجودة ما تفكروش يعني حتى الانتساب انتوا بتفكروا يعني أجاني مليون ليرة أنا مليون دينار أجاني من وراهم إذا بوصلني ثلاثين دولار كان بالشهر بالشهر من ورا الانتساب ممتاز جدا فضل من الله يعني فبلاش الكلام الناقص ما شيء هاي بلغة الأردنية إذا بتعرف واحد أردني اسأله شو معنى ناقص هو بقول لك شوية خلينا نروح على الحدث المهم جدا اللي هو انتقال الشمس اللي هو الكوكب اللي بمنح كثير من الأشياء الإيجابية واللي منعتمد عليه في توقعتنا الشهرية يعني لما أقول لك إنه الشمس الآن بدها تنتقل يوم الاثنين عشرين ثلاث راح تنتقل بساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش راح تنتقل لبرج الحمل ورح تضل في الحمل لغاية صباح يوم عشرين أربعة يعني إحنا بنحكي بشهر الشهر هاد شهر كامل رح يعتمد على هذا الحكي اللي أنا رح أحكيه هذا الإشي الأساسي اللي أنت بدك تحطه بعين الاعتبار يعني لما أنا أقول لك إنه أنت هذا الشهر رح يكون في خير لإلك معناته الشهر كله بتقدر تستفيد منه لخير لإلك حركة القمر هي حركة يومية تأثيراتها سريعة بتنتهي كل يومين وربع بتروح ولكن بتظل تأثيرات الشمس موجودة فعشان هيك لازم تركز بتوقعات الشمس أكثر من أي كوكب آخر نصيحتي طبعا الشمس رح تظل موجودة زي ما حكينا ليوم عشرين أربعة لغاية الساعة ثمانية وثلات عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ولكن الحدث اللي رح يصير قبل اللي هو آخر يوم اللي هو يوم عشرين أربعة وقبل الانتقال يعني الساعة أربعة واثناشر دقيقة صباحا رح يصير في كسوف للشمس والكسوف هذا رح يكون في الحمل فعشان هيك بتكون تركزوا بشكل جيد بالتوقعات وأيضا بتكون تظلوا متابعين عشان فترة الكسوف رح أشرح بالضبط المخاطر وخصوصا أنه رح يجي على أول أيام الأعياد يعني بفترة العيد تأثيراته رح تشمل أيام العيد آخر رمضان وأول أيام العيد فالحلقة اللي رح تنزل رح نزلها طبعا قبل الكسوف على أساس أنه ما شاء الله كلهم شاطرين طيب إيش صفات الشمس أو إيش بتعطينا الشمس أو إيش أكثر المزايا اللي بتعطيها الشمس الشمس هي الطموح الصراحة التفاؤل الجراءة الكرم النشاط القيادة الاستقلالية هاي لما تكون سعيدة بتعطينا هاي الأمور طيب لما تكون سلبية شو بتعطينا تعطينا الغرور الأنانية والديكتاتورية أيضا نكون صارمين وأنانيين هاي في حل ما بتكون منتحسة لما أجيت أنا شفت شو بالنسبة للزوايا اللي رح تشكلها الشمس وجدت أنه أغلب الزوايا اللي رح تشكلها الشمس هي رح تكون سعيدة فمعناته أغلب وجودها رح يكون موجود في برج الحمل رح يغلب عليها طابع السعادة صحيح أنه في أيام رح تنتحس فيها ولكن ما بيكون مش التأثير القوي بمقارنة مع سعودتها طبعا مع انتقال الشمس لبرج الحمل تأثيراتها على الجميع بنشعر بالانتعاش بنشعر بالطاقة أكثر بالرغبة لكل إشي جديد لأنه بقينا بفترة شتاء الآن دخلنا على الربيع عشان هيك تفاؤلنا ورغبتنا للحياة بتزيد بالفترة هاي وجود الشمس في برج الحمل بعكس طاقة إيجابية على مختلف الأبراج عموما من ميل عموما للالتزام بالقوانين والقواعد من حاول تطبيقها أيضا بنشعر برغبتنا في فرض آراءنا على الآخرين أحيانا بتكون الطاقة المنعكسة في أفضل حالاتها طبعا الشمس في هاي المرحلة راح تحفز عمل الغد الصنوبرية اللي هي اللي إحنا بنسميها بلغة الروحانيات العين الثالثة اللي هي العين اللي ترى ما لا ترى بعينك الو الاستبصار بمعنى آخر بتعزز الطاقات للأشعة الرباعية اللي هي الذبذبات الجامعة والأمور هاي بطاقتها الأقوى للوصول للجسد وتنظيم طاقة المنبعثة بتأثر إيجابيا على عمل دماغ بشكل قوي جدا بالفترة القادمة طبعا أكثر المستفيدين هم موليد الحمل القوس الأسد الجوزاء الميزان والدلو طبعا كل الأبراج فيها فوائد ولكن في أبراج طبعا بدنا نحذرها ولكن نقولها لو حذرناها إيش الأشياء المميزة اللي ممكن يستفيدوا منها خلينا نروح أول إشي ونشوف على كل الأبراج كل برج وإيش اللي رح يكسبوا وإيش اللي رح ننصحوا فيه وإيش اللي رح نحذروا منه برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا في البداية وقامل كل شيء كل عام وأنتم بكل خير إن شاء الله ربنا يعطيكم الصحة والعافية ويعودكم خير ويعطيكم اللي بتتمنوا بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا رح يبدأوا فترة أفضل من الفترة الماضية صحيا نفسيا بتزيد حيويتهم بتقوى وظيفة جهازهم الهضمي أكثر شخصيتهم بتصير متألقة أكثر متفائلين عفويين طموحين طبيعتهم شوية عفيفة ولكن في عوقات بصيروا متسلطين يعني رح يكون أو رح تستعيد كل شيء فقدته من الطاقة الإيجابية بالفترة الماضية ونشاطك لتأثر لما كان الشمس موجودة في برج الحوت فكان الطاقة تكفي أضعفها لأن الطاقة رح تستعيدها رح تقبل الحياة بقوة بنظرة واثقة بعيدة عن التردد والضعف رح تكون سيد الموقف بثير من الأمور فترة جيدة حض من الحضود المالية العاطفية المهانية لأن الطاقة اللي رح تيجيك رح تكون لها تأثير قوي عليك ورح تجعلك شخص متوازن بيعرف إيش بده بالضبط وكيف بده يجيبه بالضبط ولكن في أشخاص ستبتهم يقولولي أمتى بقولك لما يجي يعيد ميلادك يعني الآن تصاعديا ولكن لما بوصل عيد ميلادك اعرف أنه هذا اللي أنا قاعد بقولك هي بيكون في أوجه وباستمر معك ثلاثين يوم بعديها فعشان هيك جهز حالك واستعد واستغل للفترة القادمة بشكل جيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا معروف أنه خلاص الشمس الآن بده توصل لبيت المتاعب يعني فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رح يزيد ميلادك للأمور الروحانية والتضحية الإثار ولكن شوي فيه إشي مختلف صحيح أنه الشمس موجود في بيت المتاعب بتحمل كثير من الطاقة السلبية لأنه الترددات الإيجابية اللي بتبعثها بتكون أضعف أو بأضعف حالاتها وأشكالها ولا سيمة على طاقتك وعلى صحتك فعشان هيك بدك تنتبه لكل ما تعني منه هاي الأمور لأنه ممكن يطرق عليك في هاي الفترة بعض الأمور اللي شوي تأرقك اللي هي قروج أشخاص من حياتك أو تقلبات على المستوى الصحي حاول إنجاز الأعمال المهمة أولا لأنه الفترة هاي راح تقدر لأنه الشمس راح تكون سعيدة في كثير من الأوقات فبتساعدك على إنجاز الأعمال المهمة ابتسعى أو إذا كنت ابتسعى لتوقيع عقد أو ارتباط في شركة أو مؤسسة كبيرة حكومية أو خاصة فهاي الفترة مناسبة لذلك ولكن عن توقيع العقد أو الأوراق مهم عليك دراسته بشكل دقيق جدا برضو الأمور الروحانية بتلعب دور كبير بهاي الفترة مش إنه الله عشان طقتك ضعيفة والأمور هاي إنك مسحور ومصيوب بالعين ومش عارف إيش وهاي الأمور لا هي هيك دورة راجح حالك أنت كل سنة في هاي الفترة بتلاقي حالك أنك أنت بتمر بضروف صعبة ولكن اللي بيخفف عليك إنه الشمس والمشتري موجودات في بيت المتاعب فهدولة لحالهم بساء يعني بيخففوا الضغط عليك فعشان هيك رح تعطيك بعض الإيجابيات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا رح ينشطوا اجتماعيا بإمكانكم تحققوا مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص ذوي نفوذ وعلاقات جيدة مع الأصدقاء يعني بمعنى آخر هذا شهر النشاط الاجتماعي بامتياز ولكن هاي النشاطات بتكون إلها ذات توليب وجهات واضحة ممكن تلتقي الأصدقاء أو تتعرف على أصدقاء جدد بعضهم رح يكون لهم دور في حياتك أو في أحد المواقف المهمة اللي ممكن أنك تغير فيها وجهة نظرك نحو الأفضل أو ممكن تصل لحل مشكلة عالقة بمساعدة أحد الأصدقاء أو المقربين حاول إنك تسلي نفسك وإنك تجد الأجواء اللي بتناسبك تماماً ويبعد عن الضغوطات النفسية والمشعارة في إيش هاي وتعيش أجواء تقلبات المزاج اللي عندك وتخليها تسيطر عليك وتدخلك بمرحلة اكتئاب بالعكس أنت عندك نشاط اجتماعي عالي كثير من المناسبات كثير من التنقلات كثير من الأشياء الجديدة اللي رح تدخل على حياتك ولكن كلها بمساعدة أشخاص فعشان هيك اعرف مين الأشخاص اللي تخليهم حواليك بالفترة هاي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا وجود الشمس في الحمل بتدعم من مركزهم الاجتماعي وبتدفع بمصالحهم في مجال العمل وعلاقاتهم مع المسؤولين وبيحققوا نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص ذو نفوذ أو أشخاص لهم كلمة هذا شهر لتدعيم مكانتكم الاجتماعية والظهور ممكن طلب ترقيات أو تجيك ترقية وبإمكانك أنك تعزز دورك يعني باللي بتملكه من حس حقيقي لتوجيه الأمور كما بترغب بإمكانك إشهار أو إعلان مركز أو جمعية أو معهد أو معهد تخصصي مثلا في هاي الفترة برضو ممكن راح تلاقي نجاح كبير في عملك وهذا الشيء راح يثير غيرة المحيطين فيك فبدك تنتبه من الغير والحسد وأيضا من أشخاص ممكن يكيدوا لك فلا تنفعل وتجاريهم وحاول أنك تستفيد من التأثيرات الإيجابية اللي بتقدمها الشمس لإلك وبتمنحك هاي الطاقة اللي راح تساعدك في كثير من الأمور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا راح ينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ورح يستفيدوا الطلاب اللي على مستوى الجامعة اللي بدرسوا جامعات أو معاهد أو كليات اللي هما بعد الثانوية هدولة راح دراستهم راح يكونوا مميزين فيها أو تخصصاتهم اللي راح يختاروها راح تكون مميزة راح يزيد ذكائك وطموحك راح تكونوا كريمين ومتسامحين ومتفائرين أيضا صحيح أنه كان في بعض العراقيل اللي كانت بتواجهك بالفترة الماضية اللي لها علاقة بالسفر أو علاقتك مع أشخاص خارج البلاد أو وجهتك شوية وجعت راس من هذا الموضوع إلا أنه الآن بتبدأ تتلاشى وتستقر وتتوضح بشكل أكبر راح تشهد شهر جيد للسفر الخارجي ترقلات البعيدة فوجود الشمس دائما في البيت التاسع بتعطي احتماليات السفر أو الرغبة بالسفر أو الاتصالات والحوارات الفلسفة الدين الدراسة على حسب أنت شو بتشتغل حتى على التجارة ممتازة يعني في دعم دعم كبير إليك راح يكون من خلال علاقاتك أهدافك واضحة بشكل كبير راح يكون خلال هذا الشهر ورح تجد لكثير من المقربين اللي بعيشوا خارج البلاد بمدوا لك يد المساعدة ممكن تشهد في الاتصالات البعيدة والتجارة فترة مناسبة لتبادل التجاري الخارجي والاستراد والتصدير وبرضو ممتازة هاي الفترة للدعاوة القضائية يعني على كل المستويات برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا تتاح الفرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو تركة هذا الخط العريض ولكن الشهر هذا رايح تجيب زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو ميراث مثلا أو برضو بيزيد من اهتمامكم بالمواضيع الروحانية وهذا الشهر فيه مكاسب مستحقات مالية ممكن هيك تعود لك أو تحصلها بالفترة هاي أو شوي هيك مشروع كان من أرقك تبلش أمور الأرباح ترجع من أول وجديد فيه بعض الاهتمامات اللي هي راح تكون بالملكيات المنقولة أو الإرث أو هدايا أو جوائز أو هبات ممكن يتحصل عليها من مصادر مختلفة يعني بمعنى آخر الشمس راح تمنحك كثير من الأمور وخصوصا لما إنها برضو هي في البيت الثامن إلا علاقة بالعقارات فممكن تمنحك بيت عقار جديد شركة جديدة مكتبة جديد وبرضو عندك القدر على تحديد أهداف عقارية بيع شراء وبإمكانك الانتقال لمسكن جديد وهذا الشيء بناسبك يعني بمعنى آخر هذا شهر ماليا بامتياز فاستفيد ما أمكنك من هذا التحول الكبير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هو موجود مقابلكم تماما في بيت الشراكي فهنا بتعززوا شراكاتكم بترغبوا في القيام بدور اجتماعي مهم وبتحققوا الاستقرار والأمن بفضل شراكي أو زواج طبعا لما يكون الشمس في بيت الشراكي يعني أنه في أنك راح تحاول خلال هذا الشهر تعزيز علاقاتك العاطفية أو الارتباط أو تطوير علاقة لمرحلة الزواج أو الدفع بها للأمام ورح تصير الأمور لمصلحتك وبتميل للوضوح في علاقاتك مع الشريك أكثر من الفترة الماضية ممكن تبتعد عن العلاقات العابرة وممكن اللي كان على علاقة طبعا غير الزواج أو علاقها عابرة أنها تنتهي بالفترة هاي خلص التطور الفكرة عندك رح يوضح لك الأمور وتتخذ القرار اللازم المشاعر الغير واضحة بتصير واضحة كمان ولكن بدك تحاذر من خسارة الأصدقاء الحقيقيين كذلك أمور الشراكة العملية رح تسعى لأنه يكون قائمة على قائمة على أساس دقيق جدا بدك تركز في كل أمور الشراكة تدرسها بشكل جيد رح تراودك كثير من المشاعر المتناقضة فأحيانا تشعر بالتفاول والإقبال على الحياة بطاقة إيجابية وأحيانا بتكون هيك طاقتك ضعيفة فارغة من الطاقة لأنه هو مدام الشمس موجود لمقابلك يعني بتسحب شوية من الطاقة اللي عندك دائما تعطي إيجابية على مستوى الشراكة ولكن على مستوى الطاقة بتصير متقلبة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا هنا التركيز رح يكون على العمل على الصحة طبعا الشمس بما أنها موجودة في هذا البيت يعني عليك الانتباه أكثر لصحتك وخصوصا في بعض الأيام اللي القمر برضو بعرضك فيها وعليك أنك ما تهمل العوارض الطارئة الشمس مؤاتي هاي الفترة هاي الفترة ومتدفع بمصالحك للأمام بقوة عندك أحلام حقيقية فيما بيتعلق بالشكل الخارجي فعشان هيك هاي الفترة ممتازة للاهتمام بهاي الأمور وبرضو في مجال عملك عليك أنك تعمل على تحقيق وإثبات ذاتك أهم مش أنك ما تتكاسل وتقول لا بتيجي الفرصة بتزبط ما بتزبط لا بدك تتخذ القرار وتعرف كيف تتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بشعره بقوة الحظ عاطفي مال بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعكم أو أرباح عن طريق المعاملات العقارية وهاي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس وراح تشهد شهر إيجابي بكل معنى الكلمة فهو شهر مناسب لتعزيز العلاقات العاطفية والدفع بها للأمام بشكل قوي راح تعيش أجواء حميمية زي ما نقول واندافئة شوي وخصوصا مع الشريك في العاطفة ولكن بدون مجازفات ومغامرات راح تلغى دعم من شخص مقرب بشكل كبير جمعا هاي فترة جيدة للتحصيل على المال الكثير من الفرص المالية راح تفتح أمامك أبواب واسعة النساء اللي عندهم برضو رغبة بالحمل هاي الفترة مناسبة لإلهم ولكن بدكوا تحذروا في بعض الأوقات من التوتر والإنفعال وبتعدوا عن الأجواء الكائبة والمحزنة أو الأشخاص اللي راح يمنحوك طاقة سلبية في شكاوئهم وتصرفاتهم وآه أحنا الشهر هاد يعني استمتعوا ابعدوا عن الأشياء اللي ممكن أنها تنقص عليكم برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا المجالات ممتازة جدا على مستوى السكن العقارات والارتباط العائلي سعادي على المستوى العائلي وعلاقاتك العائلية ورح تكون جيدة جدا ورح تمنحك الشمس الموجود في الحمل فرص كبيرة في الأمور العقارية ممكن تجد كثير من الفرص والعقود اللي بتعرض عليك بالفترة هاي وبتعود عليك بالربح الكبير كما رح تجد نفسك تعمل على إدخال إصلاحات داخل المنزل أو تغييرات أو اللي رح تدخل الفرح لنفسك رح تكون علاقاتك بأولادك ذات طبيعة نظامية وطبيعة ممتازة جدا واضحة في تقارب في فرحة رح تصير عندك في البيت ممكن مولود جديد ممكن حدث جديد ممكن مسافر خارج البلاد يرجع على بيته واضح أنه رح يكون في حسم في هاي الفترة حاول أنك تنتبه قليل من المبالغة بالقرارات الحاسمة حاول أنك تنهي كل المسائل العالقة أو السابقة عشان تستطيع أنك تبدأ من جديد في كثير من المزايا بالنسبة العلاقة أو التغييرات الآن بدأت تظهر على الساحة بشكل أوضح برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا النشاط رح يصير هذا البيت الثالث لألكم يعني نشاط سفر اتصالات امتحانات خصوصا الطلاب يعني الابتدائي والثانوي هذولا يكونوا مميزين في دراستهم ويعتبر بالنسبة إلى أي شخص فلكي لما يكون القمر في البيت الثالث يعني يعطى الشمس في البيت الثالث يعني شهر الحركة والنشاط بالنسبة لألك لا سيما مع الأخوة مع الأخوات أو حتى في محيطك اللي انت بتعيش فيه حتى مع الجيران بتنشط في التنقلات والأسفار القريبة وداخل المدن بتنشط بالاتصالات والتواصل لدرجة انه ما رح تهدأ من الاتصالات أو استخدام الهاتف بتسعى لحضور المنتديات واللقاءات البناء يعني قطرة تقدر تقول انت عندك طاقة عالية جدا بتحاول انك تحطها أو تفرغها ولكن بدك تفرغها في المكان المناسب وتعرف أهدافك ايش انت اللي بدك بإمكانك انك تتابع هوايتك اللي بتحبها أو تعمل على تطوير هواية قديمة أهملتها بإمكانك انك تنشط بالحركة التجارية التبادلات اليومية يعني بكثير من المجالات برضو الفترة هاي بتزيد من قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين هي منك طبعا من موليد بورجدال وممكن يسافر سفريات سريعة احنا بنسميها وأيضا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يستفيدوا بشكل قوي ومنكو أشخاص رح يهتموا بامور إلها علاقة يا بالسيارات يا إما بالأجهزة الإلكترونية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي الآن انتوا طاقتكم وصلت لأوجهة الآن بدأت سنتكم بمعنى آخر الآن الحصد يعني بلشنا حسنا بنا نحصد الأشياء يعني شحننا حالنا بالشهر الماضي صحيح لوصل عيد ميلاد كل شخص فيكم مر بعقبات كثيرة وضغط كثير الآن بلشت الأمور لازم تتبلور فعشان هيك هذا الشهر تحديدا أو 30 يوم القادمات تتاح الفرصة أو الفرص المالية أغلبها تيجي من عمل إضافي عندكم الكثير من الفرص المالية اللي رح تيجي لكم بتكون على شكل تعويضات سابقة أو من مجهودك الشخصي أو من عمل إضافي زي ما حكينا فترة مناسبة للتعامل مع البنوك والمصارف للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل عندهم كثير من الفرص خلال هذا الشهر والشهر القادم اللي هو شهر أربعة لا تجد الأشياء اللي بتناسبك أهم شيء ما تحط حجج وتبرر تقصيرك في بعض الأحيان خلاص اقدم انتبه من التعامل مع أشخاص غرباء أو الدخول أماكن غريبة عنك حتى يعني خليها برفقة ناس موثوقين ممكن تبدأ مرحلة جديدة في الفترة هاي أو بداية الشهر القادم هاي المرحلة يعني رح تكون فيها كثير من المزايا رح تحقق أحلام فيها كبيرة أو تجد انعكاس عملي على أرض الواقع لكثير من الأمور أهم إشي أهم نقطة انتبه من التفذير لأنه رح يزيد منك للتفذير بالفترة القادمة الآن شو رأيكم يعني تحطوا اللايك وهاي الأمور يعني اللي ما حطها بالبداية وبدوا يهاجمني الناس اللي بدهاش يتهاجمني حطيته لايك اللي حط لايك يكتب تحته اللي إذا عجبتكم الحلقة صحيح والأسلوب هذا والطريقة هاي والشرح هاي إذا عجبكم يكتبوه لي إذا بتكون أختصر بختصر يعني أعطوني رأيكم ملاحظاتكم هايك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية الانتقال الشمس والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا شكرا